أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني الحمد لله يا رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم وجاحد إمامتهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين ها نحن نمضي في بيان ما ينبغي علينا نحن الشيعة أن نتحرر منه لكي نستعيد مجدنا السالف ونتصدر الركب الحضاري بين الأمم من جديد كان أول ما ركزنا عليه هو التحرر من عقدة الضعف والجبن والانهزامية هذا الشعور السائد في نفوسنا أننا صغار أمام الآخر ضعاف أمام الآخر عاجزون أمام الآخر ولذا علينا أن نبقي تطلعاتنا محدودة لا تتجاوز أن نعيش ونأكل ونشرب ويكف الآخر يده عنا فإن لطمنا على خدنا الأيمن أعطيناه خدنا الأيسر وعملنا بالتقية هذه عقدة نفسية فينا وإذا لم نتخلص من هذه العقدة فلا سبيل لنا للتقدم أبدا لأن الأمة التي يعاني أبناؤها من مرض الضعف النفسي هي أمة منهزمة هذه أمة منهزمة حتى وإن كانت أقوى الأمم في العديد والعدة والعتاد فإنه تهزم هذه الأمة التي تعاني من عقدة أو مرض الضعف النفسي تهزمها أقل الأمم عديدا وأضعفها عدة إذا ما تحلت هذه الأخيرة بالثقة بالنفس والشجاع الأمة التي أقصى تطلعاتها أن تعيش وسط الأمم هي أمة مآلها الفناء لأنها إنما تتطلع إلى ما هو أدون وأدون أما الأمة التي تتطلع إلى أن تسود الأمم هذه الأمة هي أمة تضمن لنفسها البقاء مهما بلغ الصراع حدة وشدة لأنها إنما تتطلع إلى ما هو أعلى وأعلى وإذا بقت على هذا التطلع فلا تمر السنين حتى تصل إلى حيث أرادت أو ما هو دونه أي لا أقل من أن تكون في قائمة الصدارة عزيزة قوية مكتفية متفوقة في مختلف مجالات الحياة كم نحن مجرمون في حق أنفسنا لا نلتفت إلى ما نملكه من مقومات وموارد وذخائر علمية ومعرفية وحتى بشرية ومادية هذه كلها كفيلة بأن توصلنا إذا ما استثمرناها جيدا إلى قمة القمم في الحضارة الإنسانية نهمل كل هذا لأننا لا نلتفت إليه الرؤية عندنا مشوشة والذهن عندنا معطل لأن قلوبنا ترجف من الخوف نخشى ظل الآخر فضلا عن شاخصه أو عينه لذلك يستغل هذا الآخر خوفنا وعقدة الضعف فينا فيستطيل علينا ويهيمن ويتأمر ويسلبنا حقوقنا ويدوس على كرامتنا بل ويدوس على مقدساتنا وإذا كان الواحد منا شجاعا جدا فأقصى ما تبلغه شجاعته حين ذاك حين يدوس العدو على مقدساتنا أو كرامتنا أقصى ما تبلغه شجاعته حين ذاك أن يصدر بيان الشجب واستنكار هذه ليست نظرة سوداوية تذمرية نظرة مبالغ فيها إنما هي نظرة للواقع الذي نعيشه وإلا فليفسر أحدنا تفسيرا آخر لهذا التخاذل الذي نحن فيه منذ أن داس الوخابيون المجرمون على مقدساتنا في بقي الغرقة لماذا لم يعلن الشيعة حين ذاك الجهاد بعدما هدمت الأبنية المقدسة وأسقطت على مراقد أئمتنا عليهم السلام لماذا لم يعلن الشيعة الجهاد لماذا لم يهب من كل مكان أفواجا نحو المدينة المنورة للدفاع عن أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله بل للدفاع عن رسول الله نفسه حيث كان هؤلاء المجرمون على وشك هدم قبته الخضراء أيضا كما نعلم وتعلمون كيف لم تتجاوز ردود فعل الشيعة بيانات الشجب والاستنكار وها هي اليوم أصبحت مع الأسف الشديد سنة وعادة للشيعة كلما جاء يوم الثامن من شوال ألم تكن هذه الفاجعة العظمى تستحق إعلان الجهاد هل هي أخف أو أقل فداحة مما استدعى ثورة العشرين مثلا لم يكن الشيعة حين وقعت تلك الجريمة ضعفاء لا حول لهم ولا قوة كانت بيدهم إيران وكان لهم الثقل الأعظم في العراق بعد ثورة العشرين التي قادها الميرزى محمد تقشي رازي على الله درجاته وكان للشيعة أيضا نفوذ في الهند وفي الخليج وكان اليمن تحت حكم أئمة الزيدية الذين كان يمكن بنحو من الأنحاء ضمهم إلى المعركة أضف إلى ذلك أن معظم المسلمين كانوا يشاطرون الشيعة في مشاعر الغضب على وقوع الجريمة اقرأوا ما كتبت الصحف المصرية مثلا آنذاك كيف كانت تكتب تلك المقالات النارية التي تصب فيها نيران وحمم الغضب على رؤوس الوهابيين وآل سعود لكن رغم هذا لم يفضي هذا الغضب الشيعي إلى شيء غضب شيعي كان موجودا لكنه لم يفضي إلى شيء سوى بيانات الشجب والاستنكار هذه ولم يتحول إلى شيء على أرض الواقع اللهم إلا أشعارا تعبر عن الأسى واللوعة حيث قال قائلنا دهاك ثامن شوال بما دهما فحق للعين إهمال الدموع دما يوم البقيع لقد جلت مصيبته وشاركت في شجاها كربلا عظما كانت نداءات الاستغاثة بالمراجع والعلماء تأتي من شيعة المدينة المنورة وهنا أنقل لكم نموذجا من هذه الرسائل التي وصلت إلى النجف الأشرف وهذه الرسالة كانت قد نشرتها جريدة العراق في حينها تقول الرسالة أعرض لكم أن جميع البلاد الحجازية مقهورة تحت سيطرة ابن سعود وحكمه المطلق فيها ولا يوجد في هذه البلاد من أقصاها إلى أدناها فرد واحد سواء من سكان المدن أو البوادي يسعه أن يقف دون أوامره وإرادته النافذة ومنذ أيام ورد المدينة قاضي قضاة الوهابيين هذا كان اسمه الشيخ عبد الله ابن بليهد أو بليهد ما أدري المهم يقول ومنذ أيام ورد المدينة قاضي قضاة الوهابيين وبينما كان مجلسه غاصا بعلمائها صرح أمامهم بتحريم زيارة القبور وأنها بدعة في الدين وشرك بالله وأنه يلزم تحصيل الاتفاق من جميع علماء المذاهب الأربعة على تخريبها تماما ومحوي آخر أثر من آثارها على وجه الأرض ونظرا لذلك فقد منعت زيارة جميع المراقد المطهرة وأغلقت أبوابها ومنذ عشرين يوما لم نجرؤ على قصد هذه المشاهد المشرفة وزيارتها إذ إن جنود الوهابيين الإخوان كان اسمهم الإخوان حين ذاك إذ إن جنود الوهابيين الإخوان قد رصدوا الحرم المطخر أو ربما هنا خطأ مطبعي قد صدوا الحرم المطخر النبوي ومنعوا أي زائر من التشرف بزيارة سيدة نساء العالمين عليه السلام ومن التقرب إلى ضريح رسول الله صلى الله عليه وآله ثم إن قاضي قضاة الوهابيين لم يتمكن من تحصيل الاتفاق المطلوب من علماء المدينة إلا بعد أيام إذ استعمل معهم الوسائل الأخرى المخوفة من القوة والبعض الآخر وافق ابتداء فحكموا جميعا طبق رغبته بتحريم زيارة القبور مطلقا والتمسح بها إلى الله والاستشفاع بها إليه طبعا العبارة فيها بعض الخطأ في التعبير وتلاوة الزيارة فيها ثم صدر الأمر بهدم وتخريب المراقد الشريفة فشرع الجند أولا بنهب جميع ما تحتويه تلك البنايات المقدسة في البقيع من الفرش والستائر والمعلقات والسرج وغير ذلك ثم بدأوا يخربون تلك المشاهد المقدسة وفرضوا على بنائي المدينة البنائين فرضوا على بنائي المدينة الاشتراك في التخريب والتهديم والغرض الآن أن يقف على خبر الفاجعة جميع المؤمنين الذين يأملون بواسطة الأئمة الطاهرين الشفاعة والزلفة من الله تعالى ويشتركوا جميعا سواء العربي والفارسي والهندي والتركي فيضغط كل منهم على حكومته للتدخل في رفع هذه المصيبة العظمى وتدارك ما وقع اليوم وهو ثامن شوال وقع التخريب والهدم في القبة المقدسة في البقيع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يلزم عليكم أن تبادروا إلى إخبار علماء العراق جميعا بهذه الحادثة الفجيعة توالت البرقيات من المدينة المنورة تحمل هذه العبارة عظم الله أجوركم في مصيبة الرسول وأهل بيته الوهابيون خربوا القبور المقدسة هذه البرقيات توالت إلى النجف الأشرف في العراق وحولت البرقيات من العراق إلى إيران ومن إيران إلى الهند ومنها إلى أرجاء العالم حتى وصلت إلى لندن وقفت الدراسة في الحوزات وعطلت الأسواق وأعلن الحداد وخرجت مواكب العزاء وتوالت البيانات والبرقيات ثم ماذا ثم ماذا أضفنا فقط ذكرى أخرى للعزاء والنوح في تقويمنا الشيحي هذا الذي فعلنا أني لا أخجل من نفسي وأنا أعرض هذا الخزي نحن أمة النوح نحن أمة البيانات الورقية والقنابل الصوتية فقط والله لو لا الإسلام والتشيع لما تشرفت بالانتماء إلى أمة كهذه هي الصورة مخزية حقيقة مخزية هذه الصورة المخزية وثقها التاريخ عن ردة فعل الشيعة حين وقعت الجريمة الكبرى في جنة البقيعة كم هي صورة مخزية حقيقة يقول الدكتور علي الوردي في كتابه لمحات اجتماعية لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث قصة الأشراف وابن سعود يقول ما نصه يقول قرر علماء الشيعة على أثر تلقيهم هذه الأخبار أي هدم المراقد المقدسة في البقيعة قرر علماء الشيعة على أثر تلقيهم هذه الأخبار إعلان الحزن وإظهار الحداد وترك التدريس وإقامة صلاة الجماعة أي ترك إقامة صلاة الجماعة وعقد في صحن الكاظمية اجتماع حضره جمهور كبير من الناس وتليت فيه البرقيات والرسائل الواردة في هذا الشأن كما نظمت البرقيات التي تقرر إرسالها إلى ملوك وعلماء العالم الإسلامي في أقطارهم المختلفة وجرى مثل ذلك في كربلاء والنجف يا للعظمة والقوة يا للعظمة والقوة قرر علماء الشيعة إعلان الجهاد عفوا إعلان الحزن والحداد يا للغيرة والبسالة نظمت الكتائب التي تقرر إرسالها إلى المدينة المنورة عفوا نظمت البرقيات التي تقرر إرسالها إلى الملوك إليكم صورة عما انتهت إليه هذه الجهود العظيمة في محضر اجتماع مجلس الشورى الوطني الإيراني الذي عقد بعد نحو السنة من وقوع فاجعة البقيع لتدارس الموضوع نقرأ هذا الكلام لأحد النواب أثناء ذلك الاجتماع يقول أيها المسلمون الغيارى ها هم اليوم قد سلموا قبلتكم قبلة جميع المسلمين وقبلة الإسلام قد سلموها للوخابية الوحشية وابن سعود وقلب الإسلام الآن والحياة السياسية المرهونة بحفظه وسياسته هو الآن في يد إحدى الطوائف التي هي في الحقيقة الإسلام منها براء قبلتنا الآن في قبضة أعداء المسلمين ألم يحن الوقت أن نقف نحن المسلمون الأحرار أمام هذه الفجائع والمآسي فإلى متى الخمول والكسل واللا مبالاة وإلى متى السكوت فبغض النظر عن الضربة القاصمة التي حلت بإيران والمسلمين في إيران بظهور هذا الوضع المؤسف في مكة المكرمة والمدينة المنورة وأدمت قلب كل مسلم إيراني يجب أن نعرف بأن ظهور هذه الفجائع لا يعود لثورة بسيطة وتمرد حفنة من البدو إنها مؤامرة رهيبة وخطيرة للقضاء على المجتمع الإسلامي إنهم يريدون إضافة فرق جديدة للشعوب الأسيرة للكفار والمكبلة بقيود الوصاية يريدون بواسطة طائفة ضالة وعميلة تجديد الاختلاف بين مسلمي المعمورة وإثارة التعصبات الدينية ثانية أجل لو نظرتم إلى الدول الإسلامية المستقلة الثلاث إيران وتركيا وأفغانستان ونظرتم نظرة إلى المسلمين في العالم ترون أن المسلمين في العالم وبتحريك هذه السياسات كقضية الحجاز والوهابيين وإثارة الاختلافات بين سائر المسلمين وإيجاد التعصبات الدينية يعيشون مكبلين بأغلال وصاية الأجانب الذين يمتصون قواهم فما الذي فعله مسلمو العالم أمام هذه الأخطار الجسيمة التي تعصف بالإسلام والمسلمين وماذا فعلت إيران خاصة وهي التي يجب أن تبدي تعاطفا أكثر من جميع الفرق الإسلامية مع القضية سواء سياسيا أو دينيا فيا أيها السادة والوزراء والمسؤولين ويا أيها الذين تعتبرون أنفسكم كل شيء والآخرون لا شيء ماذا فعلتم في هذا الظرف السياسي والديني الخطير؟ في هذا الظرف الحياتي وفي هذه المدة المديدة وهي عام تقريبا لأنه قد مضى قرابة عام على تلك الجريمة ويقول هذا النائب ماذا فعلتم؟ في هذا الظرف الحياتي وفي هذه المدة المديدة وهي عام تقريبا الجميع مشغول بالاستنكار والتنديد هذا الذي نتقنه هذا الذي نعرفه بيانات استنكار وشاجب وتنديد الجميع مشغول بالاستنكار والتنديد وجماعة لا أباليون لا يبالون ونفر يعملون أكو نفر يعملون ولكن ماذا يعملون؟ هو يقول يقول ونفر يعملون وماذا يعملون؟ جلسوا وقالوا ونهضوا كل من سألته قال إننا في مفاوضات إننا في مفاوضات مع ابن سعود وغيره كل من سألته قال إننا في مفاوضات والخلاصة ماذا فعلوا حتى الآن؟ ما الذي فعلتمه بعد هذه المفاوضات والمفاوضات؟ كل من سألته قال إننا في مفاوضات والخلاصة ماذا فعلوا حتى الآن؟ قالوا كلاما فارغا لا جدوى منه ولم نشاهد شيئا آخر من هذه الاجتماعات ومن هذه المفاوضات هذا كلام أحد نواب مجلس الشورى الوطني الإيراني الذي عقد بعد نحو السنة من فاجعة بقيع الغرقاد لتدارس الموضوع يقول في ختام كلامه قالوا كلاما فارغا ولم نشاهد شيئا آخر من هذه الاجتماعات أنا أقول بلى قد شاهدنا شيئا آخر من هذه الاجتماعات هذا الشيء تمثل بهذا الإنجاز العظيم ما هو هذا الإنجاز؟ أنه أضيفت مناسبة جديدة للعزاء والنوحي في التقويم الشيعي بإسم وفاة البقيع هذا هو الإنجاز الذي حققنا أضفنا مناسبة جديدة للعزاء والنوح والبكاء في تقويم الشيعي وسمينا هذه المناسبة وفاة البقيع وفاة البقيع يقول الدكتور علي الوردي الذي يؤرخ في كتابه الذي ذكرته لتاريخ العراق الاجتماع الحديث أنقل لكم نص كلامه يقول ومن الجدير بالذكر أن يوم الثامن من شوال وهو اليوم الذي هدمت فيه قبور البقيع أصبح يوم حداد في السنوات التالية في النجف وكربلا حيث تغلق فيه الأسواق وتخرج مواكب اللطم على نحو ما اعتادوا عليه في وفيات الأئمة ويقال أن أهل كربلا ظلوا مستمرين على ذلك بضع سنوات وقد أطلقوا على الثامن من شوال اسم وفاة البقيع هذا هو فقط وفاة البقيع حقا لم يعد يوم الثامن من شوال سوى ذكرى ذكرى وفاة البقيع ذكرى يقول فيها بعضنا للآخر عظم الله أجورنا وأجوركم هذا إذا التفت أصلا إلى الذكرى وإني لأعتبر أن ما هو أعظم من جريمة هدم البقيع نفسها صيرورة ذلك صيرورة تلك الجريمة ذكرى مجرد الذكرى في الذهنية الشيعية العامة ولا تستتبع هذه الذكرى إلا عقد المجالس في سرادقات العزاء هذا لعمري أفدح من تلك لست أريد الآن أن أبسط الكلام فيما ينبغي العمل عليه لأجل إعادة بناء المقدسات المهدومة في جنة البقيعة لذلك إن شاء الله محل آخر وحين آخر إنما أردت من ذكر هذه القضية الإشارة إلى عقدة الخوف هذه العقدة المتأصلة في نفوسنا مع شديد الأسف وإلا لو لم نكن نخاف لما مررنا جريمة هدم البقيع ولما جعلناها مجرد ذكرى نبكي فيها ونلطم بل لأعلن الجهاد منذ اليوم الأول لأن أعظم مقدساتنا قد انتهكت هذه أعظم المقدسات حرمة الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم ليس المقدس هو البناء فقط إنما استهدف البناء بقصد استهداف الحرمة حرمة أهل بيت محمد صلوات الله عليهم هذه الحرمة هي التي انتهكت وهذه أعظم مقدساتنا لماذا لم نعلن الجهاد لو كنا قد خطونا مثل هذه الخطوة آنذاك فإني أكاد أجزم أن المراقد المقدسة كانت ستعاد ويعاد بناءها بلا قطرة الدم واحد يكفي أن يتحقق النفير العام في العالم الشيعي ليدفع ذلك اللاعب الدولي المتسيد على المنطقة آنذاك والذي كان بريطانيا العظمى ليدفعه للتفاوض كما أجبرت على التفاوض في ثورة التبخ التنباك وثورة العشرين واضطرت هذه القوة العظمى تاليا للتنازل وتلبية بعض المطالب الشيعية لقد جرت آنذاك بعض المراسلات بين ممثلي الشيعة الهند والحكومة البريطانية حول قضية البقيعة هذا كشفته وثائق الأرشيف البريطاني في تلك الوثائق نجد أن الحكومة البريطانية أبدت تعاطفها لكنها تذرعت بأن سياستها تعتمد على الحياة وعدم التدخل في شؤون المقدسات الإسلامية هذه الذريعة بطبيعة الحال واهية لأنه سبق أن تدخلت بريطانيا في بعض القضايا الدينية الإسلامية عندما كان الأمر يهدد مصالحها الإقليمية كثيرة تلك القضايا التي تدخلت فيها وكانت قضايا دينية إسلامية لكن حين وجدت أن الأمر يهدد مصالحها الإقليمية تدخلت ومارست نفوذها على ابن سعود وأجبرته على ما أرادت مثل إجبارها إياه بفتح طرق الحج وتأمينها والتشديد عليه في ذلك لأن ابن سعود في فترة ما أقفل طرق الحج كما أنها ضغطت عليه لعدم هدم مرقد السيدة حواء حواء أم البشر عليها السلام مرقدها في جدة وبالفعل ترك هدمه في تلك الفترة لم يهدمه الوهابيون ولا ابن سعود على يتي حال الكل يعلم أن بريطانيا كانت تهيمن على ابن سعود ولم يكن ابن سعود إلا خادما مطيعا لها إذ لو لاها لم استطاع الاستلاء على الحكم في الجزيرة المحمدية لماذا إذن تجاهلت الحكومة البريطانية أكثر من 130 مليون مسلم شيعي كانوا من مواطنيها أو من رعاياها داخل بريطانيا وخارج بريطانيا في البلدان التي كانت تحت التاج البريطاني كالهند وباكستان والعراق ودول الخليج هذه كلها وشعوبها كانت تحت التاج البريطاني لماذا تجاهلت الحكومة البريطانية أكثر من 130 مليون مسلم شيعي كانوا من رعاياها الجواب يعرفه من له أقل حظ من العلوم السياسية الجواب هو هذا إن الجبان لا يلتفت إليه الجبان لا يلتفت إليه وجدت بريطانيا الشيعة جبناء هدمت مقدساتهم واكتفوا بالبيانات والبرقيات ومواكب العزاب فما الداعي لإضاعة الوقت والجهد مع هؤلاء وأية مصلحة في تلبية مطالبهم وكسب وده إنهم ليسوا بشيء الخوف مسيطر عليهم بريطانيا لم تركع لليهود وتلبي مطالبهم وتمنحهم وعد بيلفور إلا بعد ما رأتهم قد تغلبوا على خوفهم وانبعثت فيهم حركة صهيونية تدعو للتمرد وتدعو لفرض الأمر الواقع في فلسطين تشكلت من هذه الحركة عصابات مسلحة طال قتلها الجنود البريطانيين أنفسهم داخل فلسطين لما كانت تحت الانتداب البريطاني كانت الحركة الصهيونية بقتلها هؤلاء الجنود تضغط على الحكومة البريطانية وتدفعها للتفاوض والتسريع بإقامة الكيان الصهيوني صار واضحا هنا لبريطانيا أن هذه أمة لن تبقى جبانة وستظل تتمرد وتثور إلى أن تحصل على ما تريد إنها تريد الدولة لنفسها في فلسطين وستحقق هدفها مهما يكون فإن لم نجعل ذلك يتحقق على أيدينا نحن البريطانيين فسنخسر هؤلاء وسيتجهون إلى قوة أخرى كالسوفيت مثلا وستضيع مصالحنا في فلسطين والشرق الأوسط ونخرج نحن من المعادلة لهذا علينا أن نتنازل ونحافظ على مصالحنا ونغض الطرف عن من سقط من قتلانا على يد هذه العصابات المصلحة فوق كل اعتبار لهذا استجابت بريطانيا لليهود لهذا وعدتهم وعد بيلفور الشيعة ما كانوا كذلك لهذا خسروا العراق حيث جاءت بريطانيا برجل مخالف ليحكم الشيعة ويحكم العراق رجل ليس بعراقي أصلا فيصل فيصل الأول الذي يسمونه نصبته ملكا على العراق الشيعة خسروا العراق وخسروا البحرين الكبرى وخسروا ساحل الخليج وخسروا لبنان وخسروا باكستان وخسروا وخسروا حتى خسروا مقدساتهم في البقية وصار اليوم الأمة الوحيدة التي بقيت مقدساتها مهدومة وهي ساكتة ما هي المشكلة لماذا نحن هكذا إنه الخوف إنها الانهزامية التي نعاني منها نحن بسبب رواسب من الماضي الكئيب حيث كنا نتعرض إلى صنوف العذاب ولاضطهاد من الحكومات الجائرة وأشياعها بدءا من حكومة أبي بكر ابن أبي قحافة لعنه الله نحن بسبب هذه الرواسب صار الخوف والجبن جزءا من نفوسنا نظن أننا ضعفاء والحال أننا أقوياء فيما نملك لكننا جبنا ولأن المرأة الجبان لا يريد الاعتراف بأنه جبان أمام نفسه وأمام مجتمعه فإنه يغلف جبنه بدثار ما فيقول تارتان التقيه ويقول أخرى الوحدة الإسلامية كما وعدت سابقا إني إن شاء الله تعالى سأفصل الكلام في هذين العنوانين ليعرف متى تكون التقية وكيف تكون الوحدة الإسلامية ما يهمني هنا هو أن أنبه على حقيقة أن الذي لا يلتفت إلى ما يمتلك من قوة ويكون جبانا فإنه يذل ويداس عليه وعلى مقدساته من يهن يسهل الهوان عليه إن الخوف الذي في داخلنا إنما هو من شيء وهمي نحن نتوهم أننا لو كنا أعلن الجهاد يوم هدمت الأبنية المقدسة في البقيع لكنا أفنينا إذ لا قبل لنا بابن السعود والوخابيين ومن يمكن أن يتحالف معهم من عموم المخالفين نحن نتوهم اليوم أيضا أننا إذا صعدنا لهجتنا وأعمالنا تجاه هذا النظام السعودي الظالم فإننا سنلقي بأنفسنا إلى التهلكة هذه أوهام لا نصيب لها من الواقع ألم ننتصر نحن على البريطانيين في ثورة العشرين ألم ننتصر على الصهاينة في جنوب لبنان بالله هل ابن السعود والوهابيين الذين هم حمر مستنفرة أقوى من هؤلاء عجبا لنا لا نتقي من الأقوى ونتقي من الأضعف أتعلمون لما لأننا بحمد الله ليست عندنا عقدة من الاستعمار لم نتعرض إلى مجازر وحشية من الاستعمار كما تعرضنا بالمستوى الذي تعرضنا له وبالكم والكيف الذي تعرضنا له من قبل حكومات المخالفين على مدى أربعة عشر قرن لذلك عقدتنا هي من المخالفين وحكوماتهم أما الغربيون وحكوماتهم فلا عقدة عندنا منهم مع أنهم الأقوى ومع أنهم المهيمنون على المخالفين ترانا نناطح أكبر قوة على الأرض اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وندفع في ذلك دماءنا دون أن يصرخ الصارخ واحد منا قائلا كفى التزموا بالتقية لماذا لأنه لا عقدة ها هنا أما إذا قيل للناس أعلن العصيان المدني تجاه نظام آل سعود ولا نقول الحرب المسلحة لأننا لا نؤمن بالعنف إذا ما قيل للناس أعلن العصيان المدني تجاه نظام آل سعود فإن الجماهير تضج قائلة تقية 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 إن الخوف والرعب هو الذي يجعل من هو أضعف منك يستولي عليك اقرأوا التاريخ انظروا كيف استطاع المغول التغلب على المسلمين حتى وصلوا إلى عاصمتهم بغداد هل تظنون أن المغول كانوا أقوى في عدتهم وعتادهم كل إذن كيف تغلب إنما الذي سهل انتصارهم على المسلمين هو الرعب الذي كان يحمله اسم المغول رعب مجرد اسم المغول كان يثير الرعب في نفوس الناس هذا شكل لدى المسلمين عقد تجاههم جعلتهم يجبنون عن مواجهتهم على نحو المتكافئ وإلا لو واجهوهم على نحو المتكافئ لم انتصر المغول لم اغتحموا هذه الديار كانت أنباء انتصارات المغول في الشرق ترد إلى المسلمين وتضاف لها بطبيعة الحال مبالغات كثيرة عن القوة الخيالية لهؤلاء لذا حين وصلت جيوشهم إلى أطراف البلاد الإسلامية كان الجند والناس يهربون وهم يرتجفون ينقل لنا المؤرخ ابن الأثير الذي عاصر تلك الأحداث ينقل لنا صورة مؤلمة وطريفة وطريفة في الوقت ذاته عن مدى جبن المسلمين وانهزامهم أمام المغول الذين كانوا يضحكون من شدة خوف المسلمين منهم يقول ابن الأثير في تأريخه الكامل حين تحدث عن استيلاء المغول على مراغة في أذربيجان يقول إن رجلا من التتر يعني المغول التتر أو التتر إن رجلا من التتر دخل دربا فيه مئة رجل يعني مئة رجل من المسلمين فما زال يقتلهم واحدا واحدا حتى أفناهم ولم يمد أحد يده إليه بسوء ووضعت الذلة على الناس فلا يدفعون عن نفوسهم قليلا ولا كثيرا نعوذ بالله من الخذلان هذا ما يقوله ابن الأثير أو ينقله في تأريخه الكامل أرأيتم ما يصنع الخوف بصاحبه يدخل رجل واحد فيقتل مئة رجل واحدا بعد واحد ولو أن ثلاثة منهم اجتمعوا عليه لقتلوا لكنه الخوف الخوف الذي سيطر عليهم فأطار عقولهم وسلب مروتهم هذا هو حالنا أيها الأخوة نحن إنما نخاف من الوهم لذلك تغلب علينا من ليس مثلنا لذلك تغلب علينا من هو دوننا في القوة وإنما ساعده على هذا التغلب عدم استمرارنا على منهج توهين الباطل توهين الباطل هو الذي يزرع في نفوسنا ونفوس أبنائنا القوة والشجاعة التي تخولهم التمرد على هذا الباطل نحن نحتاج إلى معالجة نفسية نحن مع الأسف كففنا أنفسنا عن توهين الباطل وتخاذلنا في المقابل عن الحق لأن الحق له مرارة ليس له حلاوة لهذا تشجع علينا من ليس مثلنا فصرنا أذلاء له يقول مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لو لم تتخاذلوا عن مر الحق ولم تهنوا عن توهين الباطل أي لم تضعفوا عن توهين الباطل لم يتشجع عليكم من ليس مثلكم ولم يقوى من قوي عليكم هيهات هيهات لا يدفع الضيم الذليل ولا يدرك الحق إلا بالجد والصبر فليولي الخوف إذن إلى غير رجعة دعونا ننطلق بنفسية جديدة ملؤها الشجاعة لا نهاب أحدا لا نهاب الموت أين هم شيعة علي عليه السلام أين هم أولئك الذين يقول فيهم الإمام الحسن الزكي العسكري صلوات الله عليه شيعة علي عليه السلام هم الذين لا يبالون في سبيل الله أوقع الموت عليهم أو وقعوا على الموت إني هاهنا لا أدعو إلى حرب قتالية أو عنف أو ما شاكل من أساليب عبثية إنما أدعو بالأساس إلى أن تتحلى نفوسنا بالشجاعة المطلقة في الحق وأن لا نعطي عدونا أكبر من حجمه بل حتى لو كان حجمه كبيرا كان الواجب علينا أن نستصغره كما استصغره قنبر عليه الرضوان استصغر طاغية كالحجاج كما نقلت لكم في الحلقة الماضية لعله علينا أن نستصغره هذا هو الكفيل بتوطئة الطريق نحو الانتصار وتحقيق السيادة والعزة إني أدعو لهذه الشجاعة النفسية حتى نتمكن من الدخول في الحرب الحقيقية القائمة اليوم وهي الحرب الحضارية هذه الحرب التي تتجلى في الفكر والثقافة والاقتصاد والاجتماع والسياسة والإعلام نحن إذا انتصرنا في هذه الحرب الحضارية فإننا سنسترد مقدساتنا وحقوقنا بلا قطرة الدم واحد لكن إن بقينا جبناء إن بقيت هذه العقدة فينا فلن ننتصر في أي ميدان وسينقلب حالنا والعياذ بالله من سيء إلى أسوأ دعونا إذن نتحرر من هذه النفسية المريضة لنكن جميعا إن شاء الله شجعانا في الحق هذا وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر